خلينا روح لأخبارنا هنستهل بالخبر يعني أسعدنا كلنا وهو فوز كرة اليد رجال على نادي الزمالك في اللقاء اللي تم أو تلعب يوم الخميس الماضي على مجمع أو صالة صلاة أو مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى وفوز النادي الأهلي فوز مرتاح جدا 27-22 الحقيقة اللقاء ده طبعا بقيادة مستر ديفيد ديفيز اللي بيقود نادي الزمالك الأسباني طبعا التاني ماتيو طبعا بقيادة أسبانية أيضا نادي الزمالك اللي ساعدني دايما ليا رؤية معينة كده الفوز حلو ولكن الأداء كمان الأداء بيخليك تحب الفوز أكتر وتبقى في خربي النهار ده فرقيتنا كانت يعني في كل شيء جيدة بالرغم أن احنا يعني أحضرنا أو جلينا مش عايز أحضرنا جلينا ثلاث رميات جزائية في الشوت الأول ولكن ده لم يمنعنا بفوز خمسة فرق خمسة فده ليه لكن انت الحمد لله كان فيه تفاوك كاس طيب الأداء حلو طب ليه بقول كده مش عشان المكسب فقط أداء كويس ممكن تخسر ولكن أداء كويس وأخطاءك في الأوقات المهمة قال وحطه يعني نحط ميت خط تحت الموضوع ده لأن احنا خلاصة الحمد لله تصدرنا الدور المحترفين في الجولة الخمسة في المرحلة التانية فإحنا مشينا الحمد لله كويس قوي تمام؟ الشوت الأول كان خلاص 11-11 بس الجميل بقى في الأوقات 11-11 وانت أحضرت 300 جزائي أو تصدوا منك اللي عايز أقوله أن في الوقت المهم اللي كنا دايماً بيبقى عندنا أخطاء كثيرة بتخسر فرق هدف أو اتنين بأخطاء أو أخطاء بسيطة يعني نقول أخطاء بدائية شوية يعني أنا بحاول أنتق اللبز ولكن في الثواني الأخير آه بس عايز أنتقل يعني التعبير مش عايز يخدني اللبز إحنا بنقولها سيلي سيلي مستيكس يعني أخطاء كده سيلي قوي يعني بسيطة تخسر بيها ماتش فرق هدف أو اتنين في الثواني الأخير الحقيقة ده ما شفناهوش في المباراة دي طب إحنا عملنا حاجة لا إحنا ما عملناش حاجة لسه إحنا لسه بنقول يا هادي واللعيبة عارفة كده والجهاز الفني عارف كده وكاب تخذ العودة من دون وشاط الرياضي الدقوبة عارف كده وكل الناس في النادي عارفين كده إحنا ما بنفرحش بفوز مكسب ماتش أو فوز أو مكسب ماتش إحنا بنفرح ببطولة ونقف اليوم ونخش في اللي بعدية طيب مين اللي اتقلق في المباراة دي عبد الرحمن حماية حارس المرمى أحمد عادل اللي باسم الله ما شاء الله مع المنتخب ورجع كمان على الفرق عامل لغاية دلوقتي عامل عظم أحمد عادل وطبعا أحمد خيري النهارده يعني الماتش ده يعني أنا يعني من زمان ما شدت أحمد خيري كده ده أبراهيم مصري وعمر سامي الحمد لله مستر ديفي ديفيز قدر يحط سيستم دفاعي وهجومي ناحية الدفاعية اللي كنا بنعاني منها والجابات اختفت الفراغات اللي كانت بابين خط الدفاع اللي بيخش منها الشويتة بتعنادي الزمالك كل ده تقفل المقابلات بقت أقوى اللي يبعد على رجليها شكل كويس ورجع برجع تاني بقول يا جماعة ازبروا الفرق الحمد لله ماشي كويس ولكن احنا محتاجين ان شاء الله بطول حلو جدا كل ده وفرحتنا بالمكسب فرحة كبيرة جدا ولكن محتاجين بطولة وان شاء الله الموسم ده هيبقى موسم كويس جدا على فرق كرة اليد في النادي الأهل